في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بعقد ورش عمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة والذي جاء خلال الملتقى الحكومي 2017 الذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر ومبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء انعقد اليوم الاجتماع التنسيقي للمحور التشريعي بحضور الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء المعنيين في محيط محور الآداء الحكومي أمس استكمل جزء من تمحيص الأوراق وغربلتها للنفاذ إلى توصيات مرنة تطوع نفسها للتطبيق ليأتي المحور التشريعي مقدما نفسه اليوم كمؤطر للعمل الحكومي مكملا لما تم مناقشته من مبادرات وسياسات يستنسخ منها فائض من الإنجازات التي يلمس أثرها المواطن في نواحي حياته وعلى جميع المستويات الأخوان اليوم يوكلبهم النظر في هذه السياسات والمبادرات لنأخذ الرأي الأخير والنهائي من الجهات الحكومية صاحبة الاختصاص على أساس أنه نبلور البرنامج الحكومي لنقل بلورة الأولى لازال لمسات أخيرة إن شاء الله تأتي في قادم الأيام في الأسبوع القادم ومن ثم في الورشة النهائية في مارس 2018 برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك اليوم أنا أتصور أن الأخوان سيكون لهم دور رئيسي وحيوي ومهم جدا في وضع اللبنات الأولى في برنامج عن الحكومة 19-22 إن شاء الله هذا الاجتماع يجيء ممهدا على مقربة من عقد ورشة عمل المحور التشريعي والأداء الحكومي بعد أقل من أسبوع ورشة عمل هي الثانية التي تنعقد ضمن سلسلة ورش تفسح المجال أمام وضع العديد من الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة 2019 وحتى العام 2022 في مختلف محاوره الرئيسية كلنا دور في وضع هذه السياسات والمبادرات من خلال الأطر العامة والتقنين هذه المبادرات من كل المحاور التي تنتهجها الحكومة الرشيدة التي تحقيق الرؤية 2030 من جوانب اجتماعية وجوانب إنفاذ قانون وجوانب العدالة الناجزة وأيضا تطوير كفاءات أجهزة القانونية وجهزة القضاء وجود هذه التشريعات هي ما تميزت به البحرين منذ عهد طويل بوجود بيئة مستقرة تحكمها القوانين والأنظمة والتشريعات والأطر السياسات العامة وبالتالي الإعداد والتحضير المسبق والجيد لبرنامج عمل الحكومة من خلال هذه الورش بلا شك يعكس الاستعداد الجيد الذي توليه الحكومة لتطلعات المواطنين والمقيمين على حد سوى على أرض مملكة البحرين التشريع أداة حادة في وجه المعضلات التي قد تلوح في سماء إتمام ما يصب في نهر المصلحة الوطنية مصلحة تستمد رونقها من وجوب العمل على تحقيق العدل وسيادة القانون وحفظ الأمن وتثبيت الاستقرار ودعم المسيرات الديمقراطية جميع المشاريع الحكومية كافتها تتطلب إلى تشريعات سواء كانت حقود سواء كانت تشريعات لها علاقة بالتنسيق مع شركات مثلا الشراكة مع القطاع الخاص أو الشراكة مع الأجهزة الحكومية الأخرى الأمر التشريعي جدا هام وجدا أساسي ومتطلب رئيسي تطوير التشريعات شيء مهم وهو المرتكز الذي ينطلق منه أي وزارة أو أي مؤسسة حكومية في عملها التشريعات منذ 2002 مع تدشين المجلسين تطور تطور نوعي وحصل لها قفزات كبيرة إلا أن الحكومة اتخذت على عاتقها مسؤولية كبيرة وهي أن تخلي هذا التطور وهذه القفزات النوعية ضمن برنامج وخطة تلامس المواطن أولا ممثل الوزارات خرجوا بمرئيات تم استلامها للمرحلة القادمة في المحور التشريعي ليتم فرزها إلى خمس سياسات تندرج تحتها ستة عشرة مبادرة عامة تكون مساندة وداعمة للنمو الاقتصادي لكل جهد عملي يبذل قوام عوائد إيجابية مساوية له في المقدار ومعاكسة له في الاتجاه الذي لا يمكن أن توظف فيه أفكار تستنبط من وحي الواقع الذي نعيشه لتقابلها ترجمة حرفية من قبل فعل حكومي يسير ضمن منظومة تشريعية تمهد الطريقة نحو الأفضل من النتائج لتلفزيون البحرين محمد رشيدات